السلام عليكم ومع تصحيح مسألة من الامتحان الوطني الموحد للبكالورية الدورة العادية 2019 رابط الموضوع إن شاء الله سيكون حين توفرنا على نسخة إلكترونية منه في الوصف أسفل الفيديو ولكن بما أننا قد اجتزنا للتو يعني صباح هذا اليوم الامتحان الوطني فأكيد أن الأغلب يتوفرون على نصف الموضوع وارتأيت أن أبدأ بالمسألة ومع الجزء الأول الجزء الأول من المسألة بالنسبة للجزء الأول قمنا نعتبر الدل العددية f المعرفة على صفر زائد لنهاية بالصيغة f لx تساوي x زائد 1 على 2 ناقص lnx زائد 1 على 2 lnx الكل أسئة 2 والصيغة f منحنها الممثل للدل af في معلمين متعاملين ومنضم أو إيجي والوحدة هي 1 سنتيمتر إذن الوحدة هي 1 سنتيمتر فقط كتبت المعلومات المهمة أولا السؤال الأول أحسب إذن طلب منا أن نحسب limit لf لx عندما يقول x إلى 0 حيث x أكبر قطعة من 0 ثم نؤول النتيجة هندسيا نؤول النتيجة هندسيا النتيجة هندسيا إذن نبدأ بحساب هذه النهاية إذن لدينا limit عندما يقول x إلى 0 زائد x زائد 1 على 2 ناقص lnx زائد 1 على 2 lnx الكل أسئة 2 يساوي لاحظوا بأن هذا التعبير هذا التعبير الأول لهو x زائد 1 على جوج بعد التعويض المباشر نجد هنا 0 زائد 1 على جوج يعني هذا التعبير يقول إلى 1 على 2 بالنسبة لln في زائد لا نهاية فهو يقول إلى ناقص لا نهاية عند 0 زائد limit lnx يقول إلى ناقص لا نهاية مع ناقص فهو يصبح يقول إلى زائد لا نهاية إذن ناقص lnx بعد نشغل lnx لو كانت lnx فإن النتيجة هي ناقص لا نهاية ولكن مع ناقص كثير زائد لا نهاية هذه النتيجة هي ناقص لا نهاية مرفوع أو 6 2 هي زائد لا نهاية إذن النتيجة النهائية هي زائد لا نهاية مع التأويل إذن تأويل النتيجة نسى نقول لأن نهاية lnx عند 0 زائد هي ناقص لنهاية هذا هو الأساسي هنا و Limit x يقول إلى 0 زائد ديال x فهي 0 إذن الجزء التالي من السؤال هو التأويل الهندسي للنتيجة بما أن Limit x يقول إلى 0 زائد لfx تساوي زائد لنهاية فإن السئف يقبل فإن السئف يقبل مقاربا عموديا عموديا معادلته معادلته x يساوي 0 نمر إلى السؤال الثاني إذن هذا السؤال كان علينا على نصف نقطة نصف نقطة السؤال الثاني ويتكون من سؤالين فرعيين السؤال الف منقطة 0.25 قالوا تحقق أن تحقق أن f لx يساوي x زائد 1 على 2 زائد 1 على 2 lnx ناقص 1 ناقص 1 عامل على lnx تساوي 1 عامل على lnx تساوي هي x زائد 1 لجوج زائد أقوم بالنشر إذن أنشر أضرب هذا التعبير في 1 لجوج lnx لتكون النتيجة هي 1 لجوج lnx في lnx ثم أضرب هذا التعبير مرة أخرى في ناقص 1 لأحصل على ناقص lnx ثم أبسط لأجد x زائد 1 لجوج زائد lnx مكرر مرتين في عملية الضرب يعني 1 لجوج lnx الكل وس 2 ناقص lnx وهذا التعبير كما تعلمون الجمع تبادلي يعني يمكن أن أكتوب ناقص lnx هي اللولة نخليها التعبير ثالث إلى كحد رابع تصبح x زائد 1 على 2 2 ناقص lnx زائد 1 على 2 lnx الكل وس 2 إذن تحققنا بهذه النتيجة والتنقيط هو 0.25 الشقة الثاني إذن هذا التعبير فهو يساوي fx الشقة الثاني b b قالوا لنا استنتج استنتج أن نهاية الدالة f لx عندما يقول x إلى زائد لنهاية كتساوي زائد لنهاية إذن المسألة فقط باستعمال جزء ألف إذن لدينا limit عند زائد لنهاية x أو زائد لنهاية لf x عوض استعمال التعبير الأول لأن النتيجة ستكون شكل غير محدد فأعطونا الجزء ألف لكي نجد النتيجة بشكل مباشر إذن هي نهاية x عندما يقول x إلى زائد لنهاية x زائد 1 لجوج زائد 1 لجوج ln x ناقص 1 في ln x تساوي نعم سنفكر هنا كبحث هذه النتيجة ستقول إلى زائد لنهاية إذن هذا x يقول إلى زائد لنهاية 1 لجوج ln x يقول إلى زائد لنهاية عندما x إلى زائد لنهاية وهنا زائد لنهاية إذن ركزوا جيدا زائد لنهاية فاتشل بين قوسين سيقول كله إلى زائد لنهاية في زائد لنهاية هي زائد لنهاية ثم زائد لنهاية نتيجة نهائية هي زائد لنهاية أنا أعطيه تأويل لأن أو تعليل للنتيجة لأن لميت عندما يقول X إلى زائد لنهاية ديال الحدودية 1 على 2 زائد X هي زائد لنهاية وكذلك نهاية الشهيرة او الاعتيادية لالين ايكس عندما يقول ايكس هي زائد لنهاية السؤال جيم اذا هناك شق ثالث في هذا السؤال اذا التلقيط هنا كان على 0.5 بالنسبة لهذا الاستنتاج السؤال جيم قالوا لنا بين ان لكل ايكس هناك جيم وذال ايضا جيم لكل ايكس لكل ايكس من يجب ان نبين لكل ايكس من المجال 0 زائد لنهاية نبين هذه العلاقة الان ايكس الكل اس ايثنان على ايكس تساوي 4 عامل على الان جدر مربع ايكس على جدر مربع ايكس الكل اس ايثنان ثم نستنتج نستنتج النهاية التالية ان الليميت عندما يقول ايكس الى زائد لنهاية الان ايكس الكل اس ايثنان على ايكس تساوي صفر اذا نبدأ بهذا التحقق اذا لدينا اذا نبدأ بهذا التعبير لنصل الى هذا التعبير اذا لدينا اصدقى الان اربعة عامل على الان جدر مربع ايكس على جدر مربع ايكس الكل مربع تساوي اربعة اقوم اولا بنشر ازالة الاقواص لنحصول على الكسر التالي في البسط نجد الان جدر ايكس مربع هكذا وهنا نجد جذر X الكل أس 2 بما أن X موجب إذن سيصبح هنا 4 عامل على هذا التعبير ما هو إلا LNX الكل أس 1 على 2 الكل مربع على X هذا التعبير ما هو إلا 1 على 2 LNX إذن كما قلت هي 1 على 2 إذن هي 4 عامل على 1 على 2 LNX الكل أس 2 الكل قسم X تساوي 4 وهنا أقوم بإذارة الأقواس وأنشر 4 في 1 على 2 الكل مربع في LNX الكل مربع الكل قسم X ثم بعد إذارة الأقواس نجد هنا 1 على 4 في 4 في LNX الكل مربع على X نختزر ب4 تبقى لنا LNX الكل أس 2 الكل على X إذن بالتالي هذه النتيجة المطلوبة ثم نستنتج النهاية إذن استنتاج إذن بما أن استنتاج بما أن limit X إذن بما أن يجب أن نكتب النتيجة التي وجدناها بما أن LNX الكل مربع على X تساوي 4 عامل على LN جدر مربع X على جدر مربع X الكل أس 2 فإن النهاية التالية وهي نهاية LNX الكل مربع قسم X عندما يقول X إلى زائد لنهاية تساوي نهاية نفس التعبير الذي يساويه وهو 4 عامل على LN جدر مربع X على جدر مربع X الكل أس 2 تساوي LN limit X يقول إلى زائد لنهاية ممكن هنا أن نعطيه النتيجة بشكل مباشر فقط بتغيير المتغير لا دعي لتغير المتغير وممكن أن لا نغير المتغير ولكن لكي تتضيح الصورة أكثر نغير المتغير إذن يمكن فقط أن نجد النتيجة مباشرة إذن سنضع نضع جدر مربع X صغيرة تساوي X كبيرة إذن إذا كان X صغيرة يقول إلى زائد لنهاية فإن X كبيرة يقول إلى زائد لنهاية وبالتالي هذه النهاية إذا سمناها L إذن L تساوي limit عندما يقول X كبيرة إلى زائد لنهاية 4 LN X كبيرة على X كبيرة الكل أس 2 هذه النتيجة اللي بين قوسين هذه LN X على X فهي تقول إلى حسب قواعد الدرس تقول إلى 0 لن تقول إلى 0 وبالتالي النتيجة النهائية هذه السفر إذن limit ديالنا لمطلوبة تساوي 0 إذن السؤال دال بين أن C يقبل فرعا شرجميا بجوار زائد لنهاية أتجاه المقارب المستقيم دالتا الذي معادلته Y يساوي X في هذه الحالة علينا أن نحسب ثلاث نهايات إذن في الفرع الشرجمية أو في الفرع الشرجمي في هذه الحالة فإن يجب علينا أن نحسب ثلاث نهايات النهاية الأولى حسبناها من قبل وقلنا بأن لدينا نهاية عندما يقول X إلى زائد لنهاية F ل X فإن نتيجة تساوي زائد لنهاية هذه بالنسبة للنهاية الأولى النهاية الثانية إذا نعتبرها واحد النهاية الثانية هي النهاية عندما يقول X إلى زائد لنهاية F ل X على X حسب النتيجة المطلبة في السؤال فالنتيجة عليها أن تكون تساوي 1 إن هو 1 هو الموضوع هنا بجانب X يعني يجب أن نجد هنا النتيجة 1 يعني هل النتيجة تساوي 1 إذن هذا ما لنا أن نبينه إذن ولدينا limit تساوي إذن نكتب أو نعوض F ل X بقيمتها إذن F ل X تساوي X زائد 1 على 2 ناقص LNX زائد 1 على 2 في LNX الكل مربع الكل قسمة X إذا عوضنا بشكل مباشر سنتجي زائد لنهاية على زائد لنهاية وهذا شكل غير محدد إذن علينا أن نقوم بتقسيم أو بالتعميل بX والاختزال لنجد X على X زائد 1 على 2 X ثم ناقص LNX على X لاحظوا أن X كان نقسم على X X 1 على X 1 على X 1 على X 1 على X LNX على X ثم زائد 1 على 2 LNX الكل أس 2 قسم X بالنسبة عدد 1 إذن نتيجة 1 1 الآن علينا أن نحسب النهاية الثالثة والأخيرة إذن LIMIT عندما يقول X إلى زائد لنهاية F لX على X وجدنا أنها تساوي 1 وهي النتيجة رقم 2 1 إذن ولدينا LIMIT عندما يقول X إلى زائد لنهاية يجب أن نحسب الآن نهاية الثالثة وهي F X ناقص A X حيث A هو 1 يعني ناقص X تساوي LIMIT X يقول إلى زائد لنهاية إذن هنا أكتب ولدينا إذن نضع F X F هي X زائد 1 على 2 ناقص LNX زائد 1 على 2 LNX الكل مربع ثم ناقص X لنختزل بعد ذلك لحد X ليتبقى لنا LIMIT يتبقى LIMIT X يقول إلى زائد لنهاية 1 على 2 ناقص LNX زائد 1 على 2 LNX الكل مربع والنتيجة حسب سؤال سابق فهنا 1 ناقص LNX تقول إلى ناقص لا نهاية وهنا تقول إلى زائد لا نهاية وبالتالي علينا أن نوظف التعميل ب X لكي نجد النتيجة إذن سنعمل هنا ب LN لنجد النتيجة LIMIT نعمل ب X كمرحلة أولى وبعد ذلك نعمل ب LN كمرحلة أو كطريقة ثانية إذن 1 على 2 ناقص LNX عامل على 1 1 ناقص 1 على 2 LNX هكذا إذن هنا نتيجة تقول إلى ناقص لا نهاية وهذه النتيجة تقول إلى ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية في ناقص لا نهاية تساوي زائد لا نهاية إذن وبالتالي نهاية F ل X عندما F ل X ناقص X عندما X إلى زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية ونعتبرها النتيجة رقم 3 إذن من خلال 1 و 2 من خلال 1 و 2 من خلال 1 و 2 و 3 نستنتج نستنتج أن C F يقبل C F يقبل فرعا شل جميا فرعا شل جميا اتجاهه المقارب اتجاهه المقارب المستقيم المستقيم دلتا الذي معادلته الذي معادلته Y يساوي X إذن Y يساوي X هو اتجاهه المقارب في السؤال الثالث الثالثا ألف بين أن لكل X من المجال 0 1 X إذن تبين أن لكل X من المجال 0 1 لدينا X ناقص 1 بين قوسين زائد إلى X أصغر أو تساوي 0 وأن لكل X من المجال 1 زائد لنهاية X ناقص 1 زائد LNX أكبر من 0 إذن لتوضيح أو لبرهان على هذه المتفاوتتين يجب أن نعتبر دلة يمكن أن نسمي هذا الج والتي تساوي هذا التعبير وندرسها على المجال تعريفها 0 زائد لنهاية إذن سوف نضع في هذه المتفاوتات يجب علينا أن نكون حريصين في هذه المسألة يمكن أيضا أن نوظف مسألة أخرى وهو أن LNX يعني نعرف جيدا إشارتها على المجال 0 واحد وأيضا إذا كانت تطابق لإشارة التعبيرين X ناقص 1 و LNX فإن المجموع سيكون سالبا إذن نعلم أن هذه طريقة ثانية والتي أفضل الآن استعمالها إذن لدينا لكل X ينتمي إلى 0 1 X أصغر من أو يساوي 1 ومنه ومنه LNX ومنه X ناقص 1 فهو أصغر من 0 و LNX بما أن LN دالة تزايدية إذن معرف على المجال 0 1 إذن LNX أصغر من LN1 يعني LNX LNX لدينا ناقص 1 إذن عددين سالبين سالب زائد عدد سالب فهو يكون سالبا مجموع عددين سالبين كمجموع عددين سالبين لكل X من المجال 0 1 الآن بنفس الطريقة نناقش المجال 1 زائد لنهاية إذن لدينا ولدينا أيضا لكل X من المجال 1 زائد لنهاية X أكبر من أو يساوي 1 يعني X ناقص 1 أكبر من 0 وعند تطبيق دالة الألان على طرفي المتفاوتة تصبح LNX أكبر من LN1 يعني X ناقص 1 X ناقص 1 X ناقص 1 أكبر من 0 وLNX أكبر أيضا من 0 وبالتالي مجموع ومنه X ناقص 1 زائد LNX أكبر من 0 لكل X ينتمي إلى المجال 1 زائد لنهاية وبالتالي نكون قد أجبنا على هذا السؤال والذي كان تنقيطه على 0.5 0.5 الآن نمر إلى جزئه الثاني وهو B بين أن لكل X من المجال 0 زائد لنهاية ذن المشتبقة تساوي إذن نبين أن B نبين أن F' لX تساوي X من المجال من المجال سفر زائد لنهاية F' F' فهي مشتقة التعبير X زائد 1 على 2 ناقص LNX ثم زائد 1 على 2 LNX الكل مربع بريم مشتقة X تساوي 1 مشتقة 1 على جوج هي 0 مشتقة LNX هي 1 على X نكتب دائما ناقص ومشتقة 1 على جوج LNX مربع فهي تساوي يعني هنا لابد أن أنتبه نضع التعبير التابت اللي هو 1 على 2 ثم ننزل الأس هكذا 2 في ثم نكتب الأساس ونشتقه ثم نكتب مرة أخرى الأساس ونرفعه بنفس الأس ناقص 1 هكذا هذه الطريقة لديل حساب مشتقة التعبير على شكل U S N U S فإننا نكتب N ثم نشتقه الأساس ثم نكتب U ونرفعه N ناقص 1 إذن نطبق ونحسب إذا تساوي 1 ناقص 1 على X زائد هنا نختزل 2 مع 2 تبقى 1 و LNX هي 1 X في LNX هنا 1 في الأس لأن 2 ناقص 1 تساوي 1 بعد ذلك نوحد المقام 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 الموحد كما تراحظون هو X إذن هنا نضرب في X بس نوع مقام لنجد X ناقص 1 زائد LNX إذن وبالتالي هذه هي النتيجة نمر الآن إلى السؤال GYM كما تلاحظون هناك أسئلة فرعية GYM ضع جدول التغيرات إذن ضع جدول تغيرات الدالة F إذن كما تلاحظون لنراسة أو وضع جدول التغيرات علينا أن نعود إلى إشارة المشتقة إذن نقول أن إشارة F' X هي نفس إشارة البسط لأن المقام موجة قطعا إذن هي نفس إشارة البسط وبالتالي عند وضع جدول الإشارة فإن البسط هو الذي يتحكم في هذه الإشارة إذن نضع جدول بهذه الطريقة نرسم الجدول هنا سوف نضع محور الأفاصيل هنا مشتقة الوسط هنا مشتقة F' وهنا التغيرات يعني ما ستكون تزايد ما ستكون هنا قصية هكذا هكذا نحتفظ بهذا التعبير فقط إلى هنا هكذا 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 إذن نكتب هنا X نكتب هنا X وهنا 0 الدالة غير معرفة لا بالنسبة لمشتقتها ولا بالنسبة لدالة نفسها هنا لذي نزائد لنهاية مجال التعريف وهنا نكتب X ناقص واحد بين قوسين زائد LNX أخونا بأن هذا التعبير هو البسط الذي يتواجد في F' لX إذا كان X يساوي 1 إذن كما تلاحظون لكل X من المجال 0 1 هذا التعبير فهو سالب إذن هنا أصغره من 0 إذن على يصار 1 ناقص وعلى اليمين فهو موجب لكل X أكبر من 1 إذن نفس الشيء بالنسبة F' إذن F' ستكون سالبة هنا وموجب هنا إذن دالة ستكون تناقصية ثم تزايدية النهاية عندما تقول X إلى زائد لا نهاية فهي تساوي زائد لا نهاية والنهاية عندما يقول X إلى 0 زائد فهي تساوي كما أجبنا على ذلك في السؤال نعود إلى السؤال الأول إذن فهي تساوي زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية إذن نعود هنا إذن لنجد نتيجة تساوي هنا التأبير 0 هنا 0 1 زائد 1 على 2 هي 3 على 2 إذن هنا 3 على 2 إذن هذه هي f لx أو نكتب تغيرات الدالة إذن بعد وضع جدول التغيرات نكتفي بهذا القدر لنكمل في جزء ثاني ثم ثالث هذه المسألة إذا كنتم جددا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك وإلى وضع زر الجرس لتوصلوا دائما بالجديد ولا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب شكرا لكم